الحقيقة يمكن أكتر من التشكيلة المثالية أنا شايف أنه إحنا في مرحلة تجهيز يعني بتهيلي أنه الشغل أو التركيز الكبير جداً هيبقى على أنك أنت تجهزي أكبر قدر من اللعيبة اللي موجودة في القايمة واللي هتبقى موجودة في المغرب إن شاء الله عشان تقدري تختاري الأوراق المناسبة سواء اللي تتواجهي بيها أو تبني عليها خطتك في المغرب لأنه بالتأكيد الجهاز هيلعب بخطة في المغرب غير خطة اللي هنلعب بيها هنا طبعاً أنا مش ما دخلتش جوا راس الجهاز الفني لكن أنا عارف إنه ظروف المباراة والنبارات الزهاب الأول في المغرب مع فريق تيلزا الوداد بالتأكيد هتفرض معطيات مختلفة عن إن إحنا نقابل وداد على ملعبنا فبتهيلي إنه التركيز دلوقتي أنك تجهزي أوراق على قد ما تقدري تخلي عندك أريحية في اختيار طريقة اللعب والتشكيل اللي تلعبي بيه في الموطشين وإننا فعلاً ندفع بلعابي الدكة والصاعدين كمان يا أحمد الناشئين عندك ناس راجع من غيابات طويلة محتاجة تجهزيها وكلها أسماء تقيلة من ومحسن الشحات زي ما أنت قلت كهربة خد مطش واثنين وثلاثة وواضح إنه كل مطش بيقرب بيبقى أفضل من اللي قبل منه مروان بياخد بجي أعتقد خلاص دخل في التشكيلة جونير أجاييه إي رأيك؟ أجاييه طبعاً هدف عالمي يعني طبعاً هدف فكرنا بأجاييب تعزمين يعني أجاييه ما فيه شك العيب تقيل جداً وساهم وليه بصمات واضحة في مشواره مع النادي الأهلي وكان من العيبة اللي بنقول عليها عمود خيمة يعني تحط العيب وتحط وراء التشكيل لكن برضو خلينا متفقين أنه أجاييه ابتعد عن مستوى نتمنى أنه المطش الأخراني أو الهدف اللي جابه يرجع لنا أجاييه بقى فرمة زي ما كنا متعودين عليه ويكون مشارك في الفترة اللي جاي قبل ما ندخل في تفاصيل حالة وقبل ما نتبع السعدادات الأهلي لمطش النهاردة طنطة طبعاً فيه فوارق كتير جداً مع كامل التفاديل والاحترام فوارق في التاريخ وفوارق كمان في الجدول حنتكلم عن متصدر البطولة أو بطل الدوري مع آخر فريق في البطولة فبتالي صار مطش السهل نسبياً